اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلام على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين اليوم الدين احبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد رمضان هو او الصوم تعريفه الامتناع عن الطعام والشراب والمعاشرة من اذان الفجر الى غروب الشمس هذا هو التعريف الشرعي لكن انسان مسلم او اي انسان مسلم يظن ان قضية الامتناع عن الطعام والشراب فقط هذا فقه ضئيل وضيق لفهم حقيقة الصوم ان الانسان اذا صامت بطنه وفرجه واجب على بقية الجوارح ان تصوم ايضا ففي رمضان هل يحل لك بالله عليك ان تطالح هذه المسلسلات اللي فيها العراية الذين نسيت الواحدة منهن ان تلبس ثوبها وتخرج علينا عارية وتظن ان صومك صحيح لا والله هذا خطأ كبير الامر الثاني هل تبيح لنفسك النظر الى ما حرم الله عز وجل وتقول ان عيني صامت لا والله هل تظن ان المعصية في ليل رمضان يعني لا قيمة لها وان المعصية فقط تكون في نهار رمضان هذا فقه خاطئ او هذا فهم قاصر سبحان الله اذا وجبت عيناء على عينيك ان تصوم كلا كلتاهما عن الشر حتى النظر الى الناس باحتقار انت صاحب مؤسسة واغضبك احد العمال والموظفين الذين عندك فتنظر اليه من علي الا تعرف من انا انا استطيع ان امحوك من على وجه الاري اعم ولا تمح ولا غير ده انت ممكن في شرق واحدة تموت تنام تصحى ميت او تصحى مشلول في حالة شلل يا اخي اتق الله اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك طيب هل من الصوم اصوم عن الطعام والشراب ولساني يعني والعاذ بالله فتاك هتاك للحرمات خواط في اعراض الناس هل هذا الصوم هل الموظف الذي يقول ويأتي له ومرتشه معروفا ان مرتشه يأتي له الرجل ينهي له معاملة خاصة يقول لا يا رجل حرام احنا في نهار رمضان يعني ايه يعني تعال لي على المقهى بالليل واعطيني الرشوة التي تريد يا رجل اتق الله وانت انت شاء النصاب والعاذ بالله رب العالمين هتعمل يعني مسلم بالقطع يعني مسلم بالنهار وغير مسلم بالليل شريف بالنهار وحرامي بالليل الله وفي واحد مسلم بالقطع لا مسلم يا مسلم يا مش مسلم يا متقل يعني سبحان الله العظيم يا اخي انت تخربه على الناس دينهم والله انا المرتشي هذا اكيد احنا كلنا ان شاء الله هنتعلق في رقبة يوم اليه لانه الراجل اللي اعطاه الرشوة ايضا هنتعلق في رقبة لانه افسد علينا الموظف والله الموظف كان طيب ومن ناس ويحفظنا القرآن لكن بهرته الرشوة فياخد في الرشوة الوحدة ما يأخذه في ستة اشهر فاستسهل العملية وبعدين الضمير يبتدي ينام شوية شوية لغاية ما يغمى عليه وبعد الضمير ما يغمى عليه يصلى عليه اربع تكبران مات الضمير فلما يموت الضمير حدث ولا حرج خلاص يبقى سبحان الله فضلنا شررا ولا تسعر عن الخبري فالمسلم الصادق مسلم صائم بالليل وصائم بالنهار صائم عن الاكل وصائم عن اعراض الناس صائم عن الشرب وصائم عن ايه عورات الناس فاذا صوم الجوارحي ان تصوم اليده عن الرشوة وعن الضرب والاذاء والصحفي الذي يكتب كلاما بذيئا يفرق بين اعراق الامة ويفرق بين العرقيات المختلفة وينتصر سبحان الله لمذهبه او لقومياته او لعرقياته يا اخي اتق الله خل اليد صائمة يا اخي توب الى الله سبحانه وتعالى اكتب كلام طيب قرب الناس ببعضها لا تسئ الى الناس كلنا لادم وادم من طراب يعني لازم نتوحد كلنا تحت راية واحدة ما الذي تستفيد ان ان تظهر براعتك في سب الاخرين وفي تصغير الاخرين وفي تشويص صورة الاخرين يا اخي لا والله والله ليس هذا ابدا بكلام عاقل رجلك اين تذهب بالليل تراح فين في الصيام راح الخيبة الرمضانية تعمل ايه يقول لك سهرة رمضانية عم ولا علاقة لها برمضان واحد يسأل سؤال الان قلت ان الشيخ يقول صهرة الشيطانية مش قلت لنا يا سنده الشيخ ان الشيطان تسرسل في رمضان لا يا ابن مرضة الجن مرضة الشياطين الكبار اما الشياطين الحضانة الصغار دول منشورين اما احنا اللي عشيش اذا ايه دول والله ما شاء الله دول عمداء كلية الشيطانة يعني دول عمداء كلية ابليس لو ابليس جه يروح يتعلم عن ذه ابليس مقايد في رمضان إبليس ومرض الجن مقايدين لكن الشياطين الصغيرة هي اللي المشيانة في رمضان ومشي معا وشيطان الإنس أسوأه من شيطان الجن لأن الشيطان الإنس تقعد معك تفتح التليفزيون تليقي قدامك وتطلع الممثلة فنانة ما فيش شيء متغطي منها وتقول لك ايه انا احب القيم انا احب المبادئ قيم ايه مبادئ ايه يا شخص تاع على دمك والراجل بتاع الفضائية ده اتق الله سوفينا الله يعني نسأل الله سلام فهو احنا يعني احنا مسلمين بحق والحنا بنمثل طب انت تمثل علي وانا مثل عليك ينفع انا اضحك عليك وانت تضحك عليك طب احنا الاثنين نضحك على الله يخادعون اضمعقول الله يقدع الله يخادع طب دي صفة المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحان الله واذا قاموا اذا الصلاة يقاموا كسالة يراؤون الناس والله دي صفة يقعد عن مسلسل وبعدين تجي صلاة العشاء ابنه يبصر وكده وبنته هو حرج من اعياله هو نفسه يتفرج عن مسلسل شوف البطل ميته يتزوج البطل وميته يطلق ام وراب وام بومة سبحان الله فيغوم متكاسل الى الصلاة صال اربع ركحات يضح جرج يا من في ايه مفيش ترويح ولي رجل سنة وما للمسلسل فرد لا ما تخليك للجامع يا راجل خليك جوا الرحمة لا حول ولا قوى التعلاب والله الناس بتورينا العجب واحنا شفنا من شوية لا والله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هودن واخوتها يبدو المسلسلات شيبتنا والله الناس انفضت من المساجد وراح تفرج على يا عم والله طب مباراة الكرة وسكتنا وكمان المسلسلات وقالت كل هذا شيء مباح يمكن ما عطرتش عن ايه عن فراء لكن انت تضيع وقتك في مدرد الله يبريدك اللي راحت على المقهى بالليل وجهت ساعتين ثلاثة مع الشيشة والارجيلة والكلام الفاضي ده هل صامت يدك التي تمتد الى الناس بالسوء وما امتدت بامساك المصحف ولا مصافحة الصلاة الرحم ولا المسع على رؤوس اليتامة هل صامت عينك التي تنظر الى الناس بها بازدراء هل صامت عيناك اذناك التي تسمع الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض هل صامت اذناك ثم قلبك احتمال عفوا ان هذا القلب في حقد وحسد في عجب في رياء في كب يا اخي صلح قلبك انت شهر رمضان ده زي ما كنت توكيل السيارة انت وديت السيارة للتوكيل يقول لك اه دي عايزة زيت وعايزة مش عارف المكابح تضبط والله انت عايز مكابحك تضبط ايضا اكبح جماحك عن الشر واسلك طريق الخير واوقف نفسك عن طرقات السوء وادخل في طرقات الخير ان طريق النور طريق واحد ربنا سبحانه يخرج النا الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجنا من الظلمات الى النور والكفار بيخرج النا من النور الى الظلمات النور مفرد لانه طريق واحد والظلمات انواع ده مسرسل وده فيلم وده اغنية وده مقهى وده غنوة وده فوضى وده خيبة رمضانية ولا خيبة رمضانية كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرجها له ولم يكد يراءها ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور انا اريد ان اقول لنعود انفسنا في رمضان ان تصوم جوارحنا وان نتقي ربنا وان نستقيم على طريقه سبحانه وتعالى وان يتوكل الانسان على رب العباد حق التوكل حتى يكون انسانا صادقا في رمضان لا يضيع وقته فيما لا يفيد واجب عليه ان ينظر الى هذه الجوارح التي سوف تنطق به وعليه يوم القيامة تشهد الالسل وتشهد الايدي وتشهد الارجل وتشهد الجلود وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء يا الله وهو خلقكم اول مرة اذا العب يتقل له حتى لا تشهد جوارحه عليه وانما تشهد له بالطاعة ان شاء الله فرصة طيبة في رمضان ان تصوم الجوارح وان نعود انفسنا هذا الكرم والتعبد الالهي نسأل الله ان يتقبل مننا ومنكم ونطلعنا وعنكم شياطين الانس والجن ونجعل جوارحنا ذاكرة لله انا الليل واطراف النهار بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضي ولا اعوه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة